سيد أبو بيثاق الإمساري فيما إذا لو جمع التواقع في البرلمان العراقي لاستدعاء السيد السوداني على خلفية القضية الأخيرة في البرلمان العراقي ومخالفته لقرار البرلمان بإخراج القوات الأمريكية هل أنتم في الإطار التنسيقي ستوقعون معهم ستدعمون ذلك ستقفون بهذا الاتجاه أم لديكم موقف آخر لا لا أبدا لماذا أصلا يستجلب أو استدعى محمد الشاع السوداني إلى مجلس النواب من الذي سوف يطلب هذا الشيء إذا كان حضور التزام بالحضور الدوري في اجتماعات الإطار إذن من الكتلة التي يمكن لها أن تجبر محمد الشاع السوداني لحضور تحت قبة من السنواب لسؤاله عن أي سؤال سياسي أو إداري مهني لماذا هي الحكومة بس الإطار ومعاكم شركاء آخرين الثقل الأعظم الثقل الأعظم والوجه الأوضح لهذه الشريحة التي تحكم الآن هي الإطار التنسيقي وآثارها واضحة وأعتقد الوفاق والرضا والقبول من هؤلاء الطبقة السياسية على عمل محمد الشاع السوداني أكبر من أن تنغص عليه يعني جزئية بسيطة تصريح وسيئة فهمه من هنا وهناك أعتقد أنه الهم الوطني أكبر والهم الوطني تماماً تماماً شنو أكبر من هناك يعني نحن فاهمين غلط القصد أنه البعض البعض يريد أن يمرر أن محمد الشاع السوداني راضي عن بقاء القوات الأمريكية وأنا أقول ومن خلفي لسان الإطار التنسيقي وتحالف الفتح أنه محمد الشاع لم يقصد ترضيه أو قبوله ببقاء القوات الأمريكية لكنه يعي جيداً وتطالبه أجهزة الأمنية ببقاء جزء من الخبراء الأمريكان لإصحاف يعني الطلبات الأساسية والمهمة والدعم اللوجستي والمراقبة الجوية وكذا من هذه الأمور العسكرية فهو يوازن بين هذه وتلك لكنه لن يخرج أبداً عن الرؤى التي ثبتها مع الإطار التنسيقي هو كان نائب في تلك المرحلة قبل أن يكون رئيس وزراء الآن لا صوت منظم المصوتين على إخراج قوات الأمريكية خليني الآن أقول لك بمعادلة أنا الآن كمتلقي كمواطن نعم أسمع منك ما أسمع من السوداني أنت تقول هو لا يعني والرجل لم يخرج علينا بالتسريح قال يا أبو العباس لا أعني هل سأنا أخذ منك لو أخذ من رئيس الحكومة لو نأخذ من الإطار ردنا واحد نفته منه ماذا يعني وماذا يقصد وماذا لم يقصد هل سأنا على تسريح نوقف لا لا استحضر استحضر التاريخ القريب استدعي ذاكرتك القريبة وشوف من اللي كان مصر على إخراج القوى الأمريكية ومن الكتل والمكونات بمجملها التي لم تحضر تلك الجلسة وتعرف أنه القرار الشيعي بانفراد وشيعية طاغية على هذا القرار ولا يمكن لمحمد الشاح السوداني إلا أن يكون جزء من هذا التشكيل وجزء من هذه المطالبة وأن يقود أصلا العراق وشيعة العراق لتحقيق هذا الهدف السامي وأن يفرض بالسياسة ويفرض بالدبلوماسية ويفرض حتى لو تطلب الأمر بالقوة لكن مع هذا إتفاقين الإطار استراتيجي تضمن هل في اجتماعات الإطار التنسيقي التي حضرها السيد رئيس الوزراء والمناقشات التي تمت معه قال بالحرف الواحد لم أكن أقصد ذلك لا تماما يعني بعد التصريح لحد الآن لم يحضر في أي اجتماع أصلا لم يحقد اجتماع الإطار التنسيقي في هذا اليومين بالأمور تختلف تماما عند حضورها وأعتقد وأنا مطمئن ومتأكد تماما أنه هذا سوء الفهم سوف يزال ببسطة يعني فرشة كبيرة حريضة كيف سوء الفهم من قبل هذا الموضوع أبو إثاق المساري سوء الفهم من السيد رئيس الوزراء أم سوء الفهم من الإعلام أم سوء الفهم من الجمهور كل من يروج اسمح لي اسمح لي ساد نجم اليوم اليوم أنا أعني تماما أنه كل من يروج أنه هناك خلاف في هذه الجزئية بين محمد شاعر السوداني والإطار التنسيقي هو يهدف إلى تمرير فكرة خاطئة سوف يقوم محمد شاعر السوداني وبطلب من الإطار بالحضور وتوضيح هذا الأمر وأنا متأكد ومطمئن تماما أن هناك سوء فهم ولبس الرجل لم يكن يقصد أنه يرغب ببقاء القوات الأمريكية لا تماما أنا أعرف ثقافته وأعرف وعيه وأعرف عمقه وأعرف من وين يجدتك هاي الفكرة؟ أنه لا يقصد لقربي منه أستاذ نجم أنا قبل لا يشكل حكومته بثلاثة أربعة يام يعني كنت محقق وياه زيارة ثالثة وبيتة ويسمعني هسه هو وأعرف توجه وأعرف شنو أخلاقياته وأعرف أجدانه العميق كل العراقيين كل العراقيين مطمئنين تماما إلى مصالحهم بيد محمد الشاح السوداني ويعرفون تماما أنه خير من يمثلهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر